نعم متى يجوز لك أن تمدح من لا يستحق المدح من لا يستحق المدح إما اتقاء لشره أو إذا كانت هناك منفعة دينية لا شخصية منفعة دينية ما راجحة ترجح على هذه المفسدة إن كانت مفسدة فحينئذ قد يجوز لك ذلك مثلما يحكى مثلا عن أحد الفضلاء الأدباء هذا المحكي ذكره الشيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال في ترجمته للشيخ عباس القرش النجفي الذي وصفه بأنه فاضل أديب وشاعر وهذا الرجل قد كان في أول أمره قد تصادم مع الحكومة العثمانية هذا الشيخ في كربلا وبعد هذا التصادم طلب من الحكومة فهرب منها إلى أن وصل إلى إيران وهناك توسط له السفير العثماني في طهران جاء به إلى تركيا وتصالح مع الحكومة العثمانية يقول فحسنت حاله وطلب الرخصة إلى حج بيت الله الحرام عن طريق النجف البري ليزور النجف ويرى أقاربه فيها وسائر أسرته الشاهد هنا يقول ومدح الشريف في مكة الشريف حسين الذي كان يحكم مكة مدحه وكان يعيش هذا بالمناسبة قبل مئة عام هو هذا يقول ومدح الشريف في مكة بقصيدة وطلب منه الآن شوفوا لاحظوا هذا الشريف ما يستحق المدح هذا الحاكم في شرعنا في مبادئنا لا يستحق المدح لكن لماذا مدحه لهذا السبب لغاية دينية عقلائية راجحة يقول ومدح الشريف في مكة بقصيدة وطلب منه رفع عيد الخوارج في شهر محرم في الحرمين مكة والمدينة فرفعه الشريف من وقته وعلق على ضريح أئمة البقيع عليهم السلام لوحا فيه زياراتهم وذلك في أواخر القرن الثالث عشر